اشتركوا في القناة ألف لام ميم غلبت الروم في أضنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بدع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم وعد الله لا يخلف الله وعدا ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاكبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثار الأرض وعمرها أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاكبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثار الأرض وعمرها أكثر مما عمرها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم كان عاكبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون الله يبدأ الخلق ثم يعيد ثم إليه ترجعون ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفركون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولكاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها واجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك الآيات لكوم يتفكرون ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوالكم واختلاف ألسنتكم وألوالكم إن في ذلك لآيات للعالمين ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاءكم من فضله إن في ذلك لآيات لكوم يسمعون ومن آياته يريكم البرك خوفا وطمعا وينذل من السماء ماءا فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لكوم يعكلون وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولكاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لكوم يتفكرون ومن آياته قلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لكوم يسمعون ومن آياته يريكم البرك خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لكوم يعكرون ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون ولو من في السماوات والأرض كل له قارتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيد وهو أهون عليه وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيد وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكتي مالكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه فأنتم فيه سواء تخافون ومن كخيفتكم أنفسكم كذلك نفسل الآيات لكوم يعكرون ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكتي مالكم من شركاء فيما رزقناكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفسل الآيات لكوم يعكرون بل اتبع الذين ظلموا أهواء بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين فأكلم وجهك للدين حنيفا فترة الله التي فضر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه واتقوا وأكيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاء كل حزب بما لديهم فرحون وإذا مس الناس در دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاكهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون وإذا أذكنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنتون أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لكوم يؤمنون فآت ذا القربى حكهم والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون وما أتيتم من ربا ليربوا في أموال الناس فلا يربوا عند الله وما أتيتم من ذكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المدعفون الله الذي خلككم ثم رزككم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم الله الذي خلككم ثم رزككم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيكهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاكبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاكبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين فأكم وجهك للدين الكيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون ليجذي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيككم من رحمته ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيككم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى كومهم فجاءوهم بالبينات فانتكمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودك يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودك فترى الودك يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون وإن قالوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين فانظر إلى أثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير ولئن أرسلنا ريحا فرأوهم مصفرا لظلوا من بعد يكفرون فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهذه العمر عن ضلالتهم إن تسمعوا إلا من يؤمنوا بآياتنا فهم مسلمون الله الذي خلقكم من ضعف ثم اجعل من بعد ضعف قوة ثم اجعل من بعد قوة ضعفا وشيبة ثم اجعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون وقال الذين أوتوا العلم والإيمان وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبستم في كتاب الله لقد لبستم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبتلون كذلك يتبع الله على قلوب الذين لا يعلمون فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يؤمنون صادك الله العظيم كذلك يتبع الله على قلوب الذين لا يعلمون PERFORM إذا كنت تبع وبي Artist لدينا كتاب الله ما يتبقي الله على قوله بخبر الله اللهم مرحبين صغاء الله اكافظ ناك ماهتم بخبر الله السلام عليكم اشتركوا في القناة